السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به الفانتوم X2 Pro من شركة تيكنو هذا الهاتف الخيري الذي أثار فجة كبيرة في عالم الهاتف في الفترة الأخيرة قبل أن نبدأ لتنسى العجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لإخير الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول لمن فتهوا فيديو المواصفات الكاملة للفانتوم X2 Pro أصدقائي أو الفانتوم X2 العادي تجدون في جهة المواصفات على قناتنا في هذا الفيديو سنركز فقط على محتويات علبة الفانتوم X2 Pro والسعر الرسمي الذي ينزل به ومع فتح العلبة أول ما نجده هو الجهاز واثنين من الصديق الصغيرة الهاتف كما ترون أصدقائي التصميم هنا مذهل يأتينا مع ظهر استثنائي خاصة من حيث مربع الكاميرات وكاميرات البرتري التي تطلع عند الضغط عليها فعلا هنا ميزة استثنائية لم نقرها من قبل على أي هاتف ننتقل إلى بقية محتوية العلبة حيث نجد في الصندوق الأول الشحن السريع هنا هذا الشحن يأتينا بسرعة 45 وات ليس أفضل شحن في هذه الفئة السعرية التي ينزل بها الجهاز من خلال هذا الشحن تجربة الشحن من 0 إلى 100% للفانتوم X2 Pro ستأخذ معنا 60 دقيقة ساعة من الزمن لشحن الهاتف وبدون شك بالشحن في الصندوق الثاني يأتينا من نوع USB Type-C هذه هي كل محتوية علبة التكنو فانتوم X2 Pro السعر الرسمي الذي ينزل به الهاتف هو 930 دولار ما يعادل 885 يورو مع النسخة الأقل بالنسبة للدول العربية لدي فقط دولة السعودية الذي سينزل فيها الهاتف بسعر 3500 ريال سعودي فانتظار بقية الدول العربية بالنسبة أصدقائي إلى رأيي في هذا الجهاز فعلا يقدم مواصفة ممتازة جدا لكن لا يستحق هذا السعر يعني السعر هنا مبالغ في فقط التكنولوجيا التي نشاهدها في الكاميرات هي مميزة وربما هي الشيء الذي جعل من هذا الجهاز بهذا الثمن اكتبوا لنا أراءكم في التعليقات حول هذا الفانتوم X2 Pro ولمن لا يعرف مواصفاته بإمكانكم مشاهدة فيديو المواصفات الكاميرا تجده على قليلتنا إلى هنا وصلنا إلى ختم هذا الفيديو وأشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم في الختم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا